في الشأن التربوي دعت وزارة التربية الوطنية إلى تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان للدخول المدرسي 2022-2023 خاصة بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ودعت أيضاً وزارة التربية إلى ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية إضافة إلى توسع الأقسام المتعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميداً والثلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعليم أو التأخر الدراسي والتلاميذ الماكتين في المستشفيات لمدة طويلة وشدت الوزارة على ضرورة العمل على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح على جميع المستويات